الحارس جيلير مصارا يعطي الكتير من الامان والإطمئنان بكيفية وفصد القراء تمرت ونخرى قراء صعبة ودهب جول نويبور ويسجل الجول جول فعلها البرصة نايمار يبتح مجالة تجيل في ضروف صعبة هدف الرابع هذا الموسم نايمار فعلها في جبيليا امام بيتيز بعد معاناة طويلة قراء ثنائية بل بالأحرص الاتية التمرير منها الرعام يكون من هناك عن طريق بيدرو شوف ماذا فعل أليكساندرسون حتى على طبق ناحية جابري فابريغاس فابريغاس لي متتبعي وعوش عناصر فريق ريال بيتيز كيف سيكون رد فعلهم بعد أن تلقوا الهدف الأول من جارب عناصر فريق البرصة يبما خطير جدا معاكسة بيدرو طلق خطيرة سعب الكوره دي بيدرو أنت متأخر هي جيلير مو بيدرو بيدرو جول 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 الثاني في ضرف دقيقتين بيدرو يضيف الهدف الثاني بسرع برشلون السادس له منذ تناقة الموصف هدفان مقابل سفر في رمشة عين بيتيز كان يسيدن وهو برشلون متفوق لو أي واحد منكم كان غادرنا أو غادر لم يتابع المباراة في الثعيق التي مرت ويأتي الآن ويجاعد بأن البارصة سددت هدفين لا يصدق تماما نعم يجب أن يصدق لأن البارصة هي هكذا تتميز بالفعالية السرعة الفائقة والهجمة المعاكسة الخطيرة بيدرو انطلق من بعيد استلم بيصله وستدد بيبناه الظروف في وسط الدفاع تقتل الدفاعية من فوقيراس رجعت لأينيس لم يلعبهم متازم لأينيس دوام مونتويا بابا 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 جول 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 وضع يتسلل أم لا نعم جول الثالث لفريق برشلونة من فابريقاس سنتبري رامي المونتويا بقي يتفرج وينتظر فابريقاس الحجم المساعد هل يرفع الراية أم لا لم يرفحه في نهاية المطاف الهدف الثالث لجيسك فابريقاس فريق يلعب آخر يسجل الكرة غجيبة والله يا أجيبة فريق يلعب آخر يسجل مونتويا خمس لعبين أمام الكرة أمام لاعب واحد التمرير من مونتويا هاي لبنينيس تتنائيا بينو بينجافي حتى لمونتويا بدوره فريق برشلونة ينتظر المساعدة ذانيا الفاش ينتظر سعود أحد الرفقة يوصلها بنهدكو الرابع من جيسك فابريقاس هدف رابع مباغة خير منتظر رائع من فابريقاس بعد التوزيع من دانيال فاش جاء من بعيد جيسك فابريقاس والسجل الرابع الممرر صار هدفا اليوم يسجل التنائية للبارسا غريبة هذه المضالات يجب أن تدرس في المعاهد وفي المدارس الكروية كيف لفريق بيتيس يسيطر ويضغط ويخلق الفرص والبارسا يسعى مولينا وكذلك فيكتور فالدس إذا أنقتها يا فالدس فمعناها أنك لا ترحم فعلا لا ترحم حتى بيتيس لكي يسجل عليك هدفا حين عم تلقيت السبعة يلا يا فالدس من أمام خوك مولينا وانا فراع مولينا في كورتو أرغتها وفيكتور فالدس هذا الذي يقال عنه في لعبة كرة القدم هدف الشرف يستحق هذا الشرف ريال بيتيس الذي دعب اليوم مباراة كبيرة أمام برسلون يستحق أن يسجل هدفا هو الخامس بالنسبة لخوك مولينا مع فريقه منذ دراقة الموسم أمام حارس عملاق كان عملاق في هذه الأمسي وفي هذه المباراة الوقت الرسم انتهى الوقت بدل الضائع انتهى برسلون هو برسلون مع ميسي أو من دون ميسي هو برسلون سواف الكامبنيو أو خارج الكامبنيو هو برسلون خوك